أدانت وزارة الخارجية وشؤون المقتربين اليمنية محاولات قوات الحوثي استهداف مطار أبهى في السعودية بطائرات مفخخة بدون طيار اعترضتها قوات التحالف وذكرت الخارجيات اليمنية أن مواصلة قوات الحوثي اعتداءاتها على أمن السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافا بالمجتمع الدولي مضيفا أن استهداف مطار أبهى يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين